ننم إلينا من القاهرة مراسل الغد محمد الحمراوي محمد ما الذي حمله اجتماع القاهرة بين أبو الغيت وغريفث حول هذه العملية عملية تبادل الأسرة هل من تفاصيل حول هذه العملية نعم سنار بالفعل التنصيق المتواصل ما بين الجامعة العربية والبعثة الأممية إلى اليمن هي سر هذا اللقاء الذي يعقد هنا في مقر الجامعة العربية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث جاء إلى القاهرة للقاء عدد من الشخصيات والقيادات اليمنية الموجودة في القاهرة وكذلك الأمين العام للجامعة العربية للحديث بشأن التفاصيل الخاصة بالخطة الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق للإفراج أو لتبادل الأسرة والمحتجزين فيه حدث هو الأول من نوعه منذ بدء هذا النزاع وبالتالي هذه الخطوة تفتح الباب أمام تنفيذ عدد من التفاهمات التي تمت قبل ذلك في إطار اتفاق ستوك هولم وبالتالي تعمل الجامعة العربية بالتنصيق مع البعثة الأممية على تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل وشامل والبدء أو البناء على هذا الأمر فيما يتعلق بتنفيذ الخطوات السياسية وإحياء العملية السياسية بين أطراف النزاع مرة أخرى وكذلك إجهاد المحاولات التي تحاول وقف العملية السياسية في اليمن لأيضا خفض التصعيد الموجود في اليمن في هذه الفترة وكذلك أيضا منع تحول اليمن إلى منصة لتهديد دول الجوار هذا اللقاء أيضا يبحث التطورات الأخيرة التي قام بها الحسيون بعد أن أطلقوا القذائف على معسكر للجيش اليمني في مأرب وكذلك التطورات الخاصة بها تدخل إيران في اليمن وبالتالي هي مجموعة من المحاور يعمل عليها اللقاء الخاص بالمبعوث الأممي إلى اليمن مع الأمين العام للجامعة العربية فيما يتعلق بتنصيق المواقف والجهود العربية المطلوبة خلال الفترة المقبلة لدعم تلك الجهود التي تقوم بها البعثة الأممية سواء فيما يتعلق بالخطة التي تتعلق بتبادل الأسرة والمحتجزين بين أطراف النزاع أو إحياء عملية السلام والجهود العربية التي يمكن أن تشارك فيها الجامعة العربية خلال الفترة المقبلة وكذلك أيضا بحث الجهود التي يمكنها وقف هذا النزاع وأيضا الخطوات التي تقوم بها الحسيون من وقت إلى آخر لتهديد دول الجوار وكذلك تدمير اليمن إذن محمد الحمراوي مراسل الغد من القاهرة شكرا لك